يسأل كيان لما تطلق عليه اسم المساحة الآمنة في غزة إلى 11% فقط من مساحة القطاع السؤال الأول هو ما معنى مساحة آمنة؟ كذب وبهتان وزيف لأنه كل مرة يقولوا فما منطقة آمنة يعني بسيش علىها رمايات لا بالطائران ولا بالمدفعية إلا وقصفوها وشوفنا اشياء في المخيمات وفي الخيام وتقتيل وضرب الجوامع تو احنا نحكيه قصف مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال غربي مدينة غزة وين كان موجودين أكثر من 700 نازح نعم حاليا أنا ما زيت نتكلم قلت راه وزيف وكذب والهدف واضح راه الهدف هو يعني بالحق جعل الفلسطينيين يعيشوا في غزة يكره هنا العيش فيها وهذا لم ينجحوا فيه راه ليش كل ما رماوا إلا وزادهم إصرارا وشوفنا نسوة تتكلم وشوفنا شكون اللي زوجها معناها شهيد وهي يعني ترفع دهل السماء متضرعة شوف أظن أنهم فهموا ما قاله سيد الخلق لما قال اخشوشنوا اخشوشنوا فأني مباهي بكم الأمم يظهر لي لسولة أني يفهموا اللي العملية عملية خوشم يعني لابد أن يصبحوا صامدين أقوية قاعدين يمشيوا بيها المقولة هم الناس حفاظ قرآن قاعدين يمشيوا بيها بطريقة نسبة 100% يعني ما قاله سيد الخلق يظهر لي فهموه واخذوه واليوم أنا نقول لك حاجة أخرى ابو البابا روم فهمين اليوم الزيادات والولادات في غزة ستغطي إن شاء الله كل معناها من استشهد في تلك المنطقة وهذا كان نيتهم تقليص عدد السكان فهذا لن ينجح لأنهم فعلا فعلا فهمين ماذا تحت القصف ناس تنجب وناس تتزوج وناس معناها تثري لأنه يعرفوا معناها اليوم هذا هو الطريق يعني التشبث بالأرض والبقاء فيها قبل خرجهم وندموا نذكروا النكبة اليوم لن يغادروا أرضهم مهما كان الثمن ولو تمت إبادتهم مع الأخيرهم هذا هو اليوم التشبث بالدين التشبث بالأرض التشبث معناها بما قاله سبحانه وتعالى إذن الأمور واضحة وجلية وهذا ما زاد إحباط الأمريكان والصهاين رو الخطر مش معقول لي قاعد يصيره مش معقول بالنسبة لهم في يعني اللوجيسيات المتحم في البرمجيات المتحم مستحيل باش ناس تتحمل الشيء هذا ولا يعني ولا تخرج من الأرض سؤال سيد العميد ثم نتعدى ثلاثة دقائق للمسألة الثقافية في الوطن العربي مع أبو البابا السلم هل تأخر رد حزب الله ورد إيران؟ العكس تماماً العكس تماماً اليوم السيف اللي يحب يفهم يشوف الحالة الموجودة عليها اليوم الكيان من الداخل يشوف الحالة حالة الرعب استنفار توقف كل شيء يرى اليوم في انتظار الضربة ونربطها الضربة قلت الضربة ستتأتي حجمها حسب ما ستمخذ عن هذه المفاوضات وحطوهم في وضع أنا نعرف شو معناها إنسان ينتظر الضربة نعرف يعني انت في مكان وتنتظر القصف ايش معناه 24 ساعة 24 ساعة وهما جبناء وأنا أعرف أنهم جبناء وأن توقفت المدارس توقفت حياة اقتصادية توقفت حياة اجتماعية كل شيء توقف رأهو في السرعين كل شيء عليش دق وذرع عليش مظاهرات ويكفينا ويفهمتني وكنا نتكلموا على ثمانية في المئة أصبحنا اليوم نتكلموا على معناها ما تبقت أكل العربة يعني اللي جاءوا للكيان البقايا البقايا العربية ما عندهمش مكانه يمشيه ولا ولا اللي جاءوا من روسيا البقية كل تفكر في الذهاب لأنه توقفت حياتهم وتوقفوا كان واحد يصلت عليه سيف ممكن يهبط عليه في أي مكان بالعكس عين العقل أنا لأول مرة يا سماحي وأنا أكثر دراساتي كانت سراتيجية ما تفعله وما يفعل معهم مقاومة هو بالضبط ما يجبه لا ثم تسرع لا ثم هكا هكا نرمي روحي لا تهلك لا 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 كلها محسوبة وعين العقل وأنا نقول لك لو هاتي مرة يفشلون المفاوضات قيد عليها ديما نحبك سترين ما يثلج صدر ستكون ضربة تاريخية لو يفشل وذي يعرفونها على شو مفاوضات وحن الوقت يعرفوا 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 لتفادي ما يقع اليوم في الكيان صهيون واضح واضح سيد العميد بولبيبا سالم المسألة الثقافية في الوطن العربي المسألة الثقافية للدكتور محمد عابد الجابري الكاتب والدكتور المغربي المغربي نعم الفيلسوف المغربي هو لحقيقة هذية كان من من الكتب التي أنصحوا كثيرا بمطالعتها معناها للكثير معناها لمن يريد أن يفهم ماذا يجري الآن الكتاب هذية طبعا هو كتاب داشن سلسلة كاملة عنوانها قضايا الفكر العربي فيها هذا المسألة الثقافية في الوطن العربي طبعا هو الدكتور محمد عبد الجابري اختص بدراسة قضايا التراث أساسا وعنده كتاب من أشهر كتب وقته هو نحن والتراث في الفكر المعاصر كذلك الفكر العربي المعاصر عنده خاصة معناها اشتهرة بنقد العقل العربي قريتهم بل ببنكوين نقد العقل العربي نقد العقل العربي اللي هو في أربع أجزاء واللي خاصة فيه معناها نقد العقل العربي اللي هو تكويل العقل العربي ثم بنية العقل العربي ثم أضاف له بعض لك العقل السياسي العربي كيف يفكر العقل السياسي العربي من قبل العقل السياسي العربي ويعطيك لمحة على العقل السياسي العربي منذ عهد الرسالة إلى اليوم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كيف يفكر العقل العربي هنا بالطبيعة في هذا الكتاب المسألة الثقافية في الوطن العربي يحكي فيه خاصة هنا شنو اللي صار بعد أو تغير استراتيجيات الهيمنة لدى الدول الكبرى على الوطن العربي يعتبره دائما الوطن العربي هو وطن ثري معناها له امكانيات كبرى ويقع في منطقة استراتيجية بالتالي هنا كيف يمكن استلاب شعوبه أو السيطرة عليها ثقافيا خاصة لأن يعرفوا كما قال هو أن السيطرة عليهم عسكريا مستحيل هذا معناه وصلوا إلى خلاصة وهذا يتفق فيه محمد عبد الجابري مع المفكر التونسي المرحوم على عالم الاجتماع أب عالم الاجتماع في تونس عبد الوهاب وحديبة اللي يرحمه اللي كان هو شهد بيت الحكمة سابقا منها في التسعينيات العبد الوهاب وحديبة اللي قال أن الغرب أدرس أدرك عفوا وأن حركة الاستشراق عفوا حركة الاستشراق اللي نشأت في الغرب قال نشأت لأهداف استعمارية لمساعدة المستعمر وهذا كان لجاك التشكيك في البنية الثقافية والتشكيك في الدين والتشكيك في الانتماء الثقافي والهوية إلى غير ذلك قال وصلوا إلى قناعة أنه مش ممكن السيطرة على هذه الشعوب عسكريا لأن العرب هم أهل قتال وأهل براس واكترا نحن نشوفوا طوحنا في غزة معناها معناها فئة قليلة تقاتل جيوش جرارة ولم يهزموه لأن هذا هو المقاتل العربي مقاتل شرس لا يستسلم إذن هكذا كيفاش يمكن السيطرة عليه بثقافية بالطبيعة حلل عبد الجابري من التاريخ قال منين بدأت أو الحاجة فكك مسألة التطرف فاهمش التطرف التطرف يقول اللي هو لما يوضع الشخص نفسه مكان الإله يبدأ يحكم على الناس أنت كافر أنت ترشنو أنت كذا وبينما الشخص المعتدل هو أكل تليق به كعبار القرآنية أيها الناس يفكر بعقله بعقله إذن فبالتالي المتطرف يضع نفسه مكان الله وهذا من غير لا يستقيم والإنسان المعتدل هو إنسان عقلاني كأيها الناس معناه يفكر بعقله إلى غير ذلك جذور التطرف يراها اللي بدأت منذ كلفتنا الأولى اللي بدأت حرب صوفين بين الخوارج عفوا بين علي ومعاوية ويراء اللي نشوء فكرة التطرف بدأت منذ الخوارج نشأت فئة الخوارج أو فرقة الخوارج التي اندثرت فيما بعد اللي كفروا حتى علي بن بيطل الخوارج هم الذين خرجوا عن جيش علي قالوا كيف تحكموا أمرا أهلك له الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله وكأن الحكم بما أنزل الله معناها لبسوها لباسا معناها لبوس ديني لغاية سياسية معناها كلمة حق أريد بها باطل لا علاقة لها بالحقيقة ثم يجي من بعد إذن يقول لك الجذور ثم تلاشت قال لأن الفكر الإسلامي هو في داخله وفي داده هو فكر متسامح بالعكس هي قال فكر متسامح وسوى من نصوصه التأصيلية أو حتى في ممارسة السلطة فيما بعد يعني لما تشوف الأندلس أو بغداد أو دمشق كانت تستوعب الجميع والكل والكل يمارس شعره الدينية بدون أي معنى قمع حتى اليهود أنفسهم اليهود لم يعيشوا في تسامح وفي سلام إلا في ظل الحظارة العربية الإسلامية ثم قال من بعد إذن شنو الاختراق الثقافي اللي صار من بعد من أجل السيطرة على الشعوب العربية هنا هو عبر خلق من أجل تفتيت كيانة الاجتماعي عبر خلق البضع النزاعات العرقية النزاعات الثقافية خلق فتنة داخلية فيما بينها ضربها في بعضها معناها هنا خلق نوع من الفتن السياسية نفس الشيء حكي برش على الرسمالية والشيعية أي يقول هذا أحسن ما تخلق فتنة بخلف الفتنة الطائفية الفتنة الطائفية الفتنة بأنوحك عليها مثلت السنة والشيعة واللي هي الخلاف السياسي ما عنده عنده علاقة بالدين الخلاف هو سياسي بالأساس لا علاقة له بالدين نفس الشيء كذلك أخيرا معناها حكاك كيفاش قال تم في مطبخ السياسي الغربي في مطبخ السياسي الغربي الأمريكي والأوروبي معنا اتجاه نحو بعث جمعيات ومنظمات وزرعها في الوطن العربي واستدعاء مرتزقة من العرب وتمويلهم بتمويلات ذخمة عبر وسائل إعلام وعبر كذلك لغير ذلك من أجل خلق هذه الفتنة